اشتركوا في القناة الجمعة ان شاء الله اللي بكروا هاي الحالة على معظم المناطق داع بلدنا اسمها صافيا والدنيا هاني هذه معصباح خلال ظاهرة ان شاء الله الوضعية الجوية تكون ببعد الخلايا الرعادية تبقى تنشط على اقصى الجانب خاصة الحدود مع المالي والنيجر هنا تزواطين تمياوين عين ازوى سينة كل هذه المناطق تقدر تكون بعد الرعود المنعزلة على الشامل على الجانوب الكبير وايضا على الهضب العليا اسمها صافيا دوكن جوزولي درجة الحرار انتظروها معصبح معصبح ان شاء الله شوية مرتفعة للمعدل الفصل الاتحام 26 على السواحلة المناطق الهضب العليا والداخلية بين 24 و 25 درجة على كلها الكيف كيفة على الصحراء الوسطى 32 مجهتين ديو في غرج بيلا تحاسموني رحيس غبي فورلوت في 34 درجة باقصى الجنوب من بين 31 و 29 نشوفوه درجة الحرارة خلال الظاهرة ان شاء الله خلال الظاهرة مرتفعة خاصة عن مناطق الداخلية سبين الميتة القريزان شلف واتفضة واتسلي عين الدفلة التزيو الزول بويرل بليدل برواقية بوكزول وينتو قريب 43 و 44 درجة 34 إلى 35 حتى 37 درجة المدن الساحلية من العنب حتى منطقة وهران بينما على قسمطنا 41 و 42 هي وتبسة وام البواقي وميلا وعين بيضة كل هذه المناطق الجلفة كذلك تيارة نعمة مشرية عين صفرة تلمسان 42 و 43 درجة 46 بعين صالح 47 بأضرار رجل وأولف بينما 22 دوف تقريب الـ 50 درجة حتى بيقول 49 درجة فضل فيما يخص الهوغر والتسلي ما بين 38 و 39 وعلى أقصى الجنوب كما عين أزوى وعين قزم 41 و 43 على منطقة بيبيهم برج باجي مختار يكون جزول للملحة والصيد البحري البحار شباب ريح ضعيفة ما بين 10 و 15 كم متى الساعة اتجاه التحال الغربي الغربي جنوب الغربي هذا هو ليخلي شوية الحارة المرتفعة وخلي البحار شباب بينما الرؤية إن شاء الله تكون من 4 إلى 8 أمية البحرية وكذلك حارة 27 درجة جميع نختم هذه النشرة الجوية كالعادة دائما بالمعلومة الفلكية خروب السمش يكون على 8 و 6 دقائق لهذا الجمعة 14 أجوية 2023 الله دوم دائما مع برامج الشرق اشتركوا في القناة